في التفاتة طيبة وفي أجواء تضامنية ووفاء لتقاليدها الإنسانية كرمت جمعية راديوز برئاسة قادشافي الشخصية البارزة في عالم كرة القدم الجزائرية الإطار السابق بالمديري العام للأمن الوطني الشرطي المرحوم أحمد بوصوف المعروف في الوسط الرياضي باسم عم محمد واللعب السابق لغالي معسكر في سنوات السبعينات محمد كساس الالتفاتة الإنسانية التي احتضنها مقر ولاية معسكر وبحضور والي الولاية السيد صالح العفاني واللعب الدولي السابق لفريق جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة وقدم مدير الأمن الولاء لمعسكر أسي الضيف ورئيس جمعية راديوز قادشافي شهادة شرفية وكأس اعتراف وهدايا قيمة لعائلة الشرطية المرحوم أحمد بوصوف الذي كان محبوبا في الملعب الجزائرية من طرف كل أنصار الفراق بحكم لغة الحوار التي كان يعتمدها مع الشباب الجزائري خاصة في العشرية السوداء سنوات التسعينات أين كان لعم حمد دورا بارزا في لملمة الجراحة وإعادة البسمة لمحيا الشعب بدوره أهدوى للولاية عمرة للعب السابق لغالي معسكر محمد كساس اعترافا لما قدمه هذا اللاعب لفريقه وللكرة الجزائرية لكل حال أنا جد ومسرور بهذا الحفل المتوضع لما استقبلت طلب جمعية الرادياز أنها تحتضن هذا الحفل المتكرم يعني كنت جد ومسرور ونحن اليوم نكرم وجوه رياضية وجوه تاريخية بحضور لعبين قدماء معسكر هذا لدل القطع أننا لا بد من إعطاء الأهمية لقطاع الشبيب ورياضة أولا نحن جد ومسرورين بالاستقبال الكبير لحضرت به جمعية الرادياز في مقال وليت معسكر اليوم تزامن تكريم التعنى لعمي قصاص أطل الله من عمره وعيلة عمي حمد الشرطي المعروف واحد أهم وأنشط الإطارات تعلامنا الوطني منذ الاستقلال ربي رحمه اليوم هذا اعتراف وتكريم للرياضة المعسكرية لأنجبت قد لعبين كبار لتلقى هذه المبادرة الإشادة من كل الحاضرين خاصة من اللعبين القدامى شاكرين جمعية راديوز ووالي الولاية على تنظيم مثل هذه المبادرات واهتمام السلطة المحلية بالرياضة ودعمها لفئة الشباب اشتركوا في القناة